كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الخير كتاب الله كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت مثل غيث من غمامي بسم الله سورة غافر وتقدم معنا ست سور وهذه هي السابعة وترتيبها وترتيبها في النزول على ترتيبها في المصحف بدءا من سورة غافر ثم سورة فصلت إلى نهاية سورة الأحقاف هكذا ذكر أهل العلم في نزول سور آل حاميم التي ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أنه إذا شرع في قراءة سور آل حاميم يقول كأني في بستان أو كأني في أشجار وزهور أتأنق فيهن كأنه في رياض يتأنق فيهن لما تحتوي عليه أولاً من التنويه بعظمة القرآن وشأنه وبيان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما نجده ظاهراً في سورة غافر سورة غافر تتكون من خمس وثمانين آية وهي أطول سور الحواميم سميت بغافر لذكر ذلك في طالعة هذه السورة بقوله تعالى غافر الذنبي وقابل التوب شديد العقاب وغافر اسم فاعل من الغفر من الغفور والغفار وهو ساتر الذنوب الذي يسترها ويعفو ويتجاوز عن عباده ويغفر لهم ذنوبهم بمعنى الغفور والغفار جاء من ذلك على وزن اسم الفاعل غافر الذنب وقابل التوب جل جلاله ذكر الله تعالى في هذه السورة عدة أشياء هي محل التدبر والتأمل ذكر أن من أعظم ما صد المشركين عن الإيمان بالقرآن هو الجدال فيه بالباطل ذكر ذلك في ثنايا هذه السورة ذكر المجادلين في القرآن بالباطل ليبين حقيقتهم لألا يغتر بهم مغتر غر لا يعلم حالهم ولا يدرك مراميهم فيهوي في هاوية دجلهم وتكذيبهم هؤلاء الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعيتهم الحجة وأعوزهم الجدال معه بالحق لجأوا إلى الجدال بالعناد وهو الجدال بالباطل لأن الجدال نوعان نوع محمود كما قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن وهذا النوع هو الجدال الذي يراد منه أن يصل صاحبه إلى الحقيقة يصل إلى الصواب أما الجدال بالباطل فهو الذي يجادل في الحق بعدما تبين يظهر له الحق ولكنه يريد أن يبطله بطريق خفي وهو في ذات الوقت لا يستطيع أن يبطله هكذا اعتباطا لأنه مكشوف ومفضوح فيلجأ إلى تشقيق الكلام وتطويله وإضاحة الوقت في شيء هو كالشمس في رابعة النهار وضوحا وبيانا ولذلك جاءت هذه السورة في بيان المجادلين في آيات الله تعالى بالباطل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا طبعا ذلك كله بعد التنويه بالقرآن كما هو حال سور الحواميم جاء في طوالعها التنويه بالقرآن العظيم تنزيل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير في طالعات هذه السورة فتح باب الرجاء لمن عاند وكذب بالقرآن علّه أن يرجع ويأوب إلى رشده ويؤمن بالقرآن العظيم ولذلك قال الله بعد ذلك ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد والجدال بالباطل في الحق الذي تبين وظهرت دلائله هو ديدن الأمم المكذبة من لدن قوم نوح عليه السلام إلى آخر الأمم كلهم تواطعوا على أسلوب من أساليب التكذيب بالرسل وهو أسلوب الجدال بالباطل الخصومة في الحق لرد الحق البين الذي لا يستطيعون أن يردوه بشيء إلا بتشقيق الكلام فيه عناداً ولذلك ربنا يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق جادلوا بالباطل ليردوا به الحق البين ولذلك ربنا لما ذكر حال هؤلاء الكفار في الجدال في القرآن بالباطل بيّن ما آلهم في الآخرة أو بيّن ما آلهم عندما تصيبهم في الدنيا قارعة من الله تصيبهم داهية يقول الله جل وعلا في ختام هذه السورة فلما رأوا بأسنا أي لما رأوا العذاب لما رأوا المصائف في الدنيا والكوارث التي أيقنوا معها بالهلاك فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون جادلوا بالباطل وعاندوا وكذبوا وموهوا على الناس فلما حقت الحقائق رجعوا إلى صواب أنفسهم حيث لا ينفعهم الرجوع لأنهم إذا غرغرت أرواحهم أو حاق بهم العذاب فلا رجوع لهم في ذلك ولا مناصة مما وقع بهم ولذلك ربنا سبحانه ذكر في ثنايا هذه السورة مواعظ عظيمة مواعظ جليلة منها أن الله ذكر حال الملائكة في الملكوت الأعلى لمن أذعن للحق واستكانت نفسه لما أنزل الله جل وعلا ولم يجادل بالباطل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به هذا عملهم ويستغفرون للذين آمنوا الذين آمنوا أذعنوا لأمر الله أذعنوا للحق الذي جاءهم من عند الله ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بخلاف الذين عاندوا وجادلوا في الدنيا بالباطل إن الذين كفروا يعني يوم القيامة ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ثم يذكر الله جل وعلا في الآية السابعة والأربعين إلى الآية السادسة والخمسين مجادلة الكفار بينهم في النار عندما يدخلون النار يجادل الأتباع المتبوعين والعكس كل يتنصل من تبعة عمله وهذه مجادلات في النار الله يحكيها لنا لنعلم حقيقة ما وصلوا إليه إما في الدنيا لما نزل بهم العذاب أرادوا الخلاصة ولا تحين مناص وفي الآخرة يتجادلون في النار جدالا يزيدهم عذابا على عذابهم فما أعظم الإيمان بالله وما أعظم الإذعان لأمر الله جل وعلا وما أعظم التسليم لما نزل من عند الله تعالى من الوحي نسأل الله أن ينفعنا بكتابه العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلامي فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت مثل غيث من غمامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر